تنظم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلة خالي إذن ليلة إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع كيف هي أصداء هذا القرار على الشارع اللبناني؟ يرى القرار لم يتخذ بعد هناك معلومات تقول بأنه قد يتم الذهاب نحو الإغلاق العام لمدة ثلاثة أسابيع هذا الأمر لم يحصل في السابق هذه المدة الطويلة حصلت في بداية انتشار كورونا ولكن في الأشهر الأربعة والخمسة الماضية لم يكن هناك إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع كانت أقصى مدة أسبوعين هذا القرار كما قلت لم يتخذ بعد ولكن قد تذهب لجنة كورونا إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع إلى اتخاذ هذا القرار خاصة وأننا منذ يومين تخطينا حاجز 3500 إصابة جديدة هذا رقم قياسي أول مرة يسجل هذا الرقم في لبنان نحن تخطينا 422 وفات منذ بداية انتشار كورونا ولغاية اليوم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي قال بأن الشهر الماضي دخل أكثر من 100 شخص إلى غرف العناية الفائقة التي اليوم امتلأت هناك أكثر من 90% شهور في أسرة العناية الفائقة في المستشفيات وبالتالي الوضع متدهور جدا ولابد من أن يتم الذهاب نحو اتخاذ قرارات مشددة يبدأ لبنان بها بثلاثة أسابيع من الأقفال كيف سيكون ذلك أصداؤه على الشارع اللبناني وبالتحديد على التجار أصحاب المصالح والمهن الحرة هذا الأمر كما نعرف هو سيكون قرارا كارثيا خاصة وأن الجميع يقول بأنه كيف سيتم الذهاب إلى هذا القرار وغيره من القرارات التي اتخذت في السابق في هذا الوضع المنهار الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان نحن ننتظر أن تجتمع لجنة كورونا وسنرى ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها شكرا جزيلا لك ليلى خليل مرسلتنا من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر